مرحبا فاتفوتي انا اسمي غزل وانا من المدينة اسمها الكرك في الاردن وجدتك كان يقول لي عن رعوث الذكرت في الكتاب المقدس واللي ايجا من الناس لها يسوع كانت من مؤاب والكرك والمدينة اللي حولها كانت اسمها مؤاب في زمن الكتاب المقدس تقدري تساعدين ان يعرف اكتر عن رعوث شكرا فاتفوتي طبعا بقدر اساعدك وانا كتير فخورة فيك انك حابة تعرفي اكتر عن مدينتك اللي انذكرت في الكتاب المقدس صح مثل ما حكيتي رعوث ايجا من نسلها الرب يسوع المسيح خلينا نتعرف عليها الاسم رعوث معنى الاسم اسم مؤاب ربما كان معناه جميلة او صديقة الاصل من مؤاب العائلة ارملت محلون ابن اليمالك وكانت حماتها نعمي ثم تزوجت بوعز مكان الاقامة بيت لحم الصفات كانت معروفة باخلاصها لما ما تركت حماتها ترجع وحيدة لارضها كمان عرفت بالاجتهاد والمثابرة عملت بجد حتى توفر طعام لإلها ولحماتها آمنت بالله وتبعته مثل حماتها نعمي المميزات ابنها عبيد صار جد للملك داود وكمان ذكرت في سلسلة نسب المسيح في متى واحد وهي هي رعود مرحبا يا أصحاب إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة أو تحضروا الفيديو اللي بعدي